أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائن يقول جاء في كتاب سبل السلام أنه إذا ورد ذكر علي رضي الله عنه يقول مؤنفه الصنعاني رحمه الله عليه السلام دون ذكر ذلك في بقية الصحابة أنتم تعرفون أن الصنعاني رحمه الله إمام جليل من أئمة الحديث والعقيدة السليمة ولكنه يعيش في بيئة شيعية في بيئة الزيدية ولو لم يقل عليه السلام لا حصل عليه ضرر منه فهذا من باب المدارات ويجوز أن تقول فلان عليه السلام إلا أن يكون هذا الشعار لا يجوز إلا عنده الضرورة إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة